بص يا امير يعني احنا مش هنعلق على لعيب واحد لان انت النهاردة ذكرت كذا لعيب حلو حلو مردى لما نيجي نتكلم على اللعيبة افضل اللعيبة النهاردة مصطفى محمد طبعا ده افضل واحد تتقول عندنا ومين محمد هاني اه طبعا هاني عمل مطر كويس تمام بقية اللعيبة اعتبر عادي فمش هتجي تقول بقى ايه زيزو حمدي فتحي مروان النيني اه ممكن اقولك محمود حمده تغيرته غلط طبعا طبيعي لان انت النهاردة بتغير بتغير محمود حمده في الديار باعه الثمانين اه ليه مروان عنده مجهود خاف على الانذار ما في ناس تانية كان عندها انذار صح صح تمام فدي تغيره غلط خالص يعني فانت النهاردة ما ينفعش تغير كده تغيره تزيزو لغم ان هو مش هو زيزو طبعا لكن بعد ما بدأ يفوق غيرته ونزلته مصطفى فتحي كان ممكن تسيب زيزو في نص الملعب اه وتغير يا حمد فتح يا النيني اه لان كمان النيني كل لقبل تحت اه خد بالك وكان ممكن تحط مصطفى فتحي اه لان انت ما عندكش حلول النهاردة لان امام برا طبعا انا عارف فانت النهاردة اه عندك مشاكل فنية ما عنديش مشكلة بس انا برضو يا اميد اقولك هي امكانيات اللعيبة دي كده امكانيات اللعيبة كده اه امكانياتها كده الناس لازم تعرف اللعيبة كويسة حبيب ايه ما تنفسيك تتكلم على اسماء كويسة امير لما نجي نتكلم على العبية دي كويسة حمد عبد منعم احسن مساك في مصر في مصر اه في مصر كلمت معاك قبل كده بداية ما طلعنا هنا مع زملاء كانوا معنا وقالك ده يروح في احسن حتة في اوروبا انا قلت لك ايه قلت لي لازم اختبارات قوي بطولة فيش محمد عب منعم حسيت بي هو محمد عب منعم بتاع بتاع الدوري المصري لا واحد يقول لك طب ما هو لعب كاس عالم اندية ولعب بطولة افريقيا اندية جماعة لا الاندية غير غير المنتخبات طب ما هتقالك مع منتخب مصر في النسخة الماضية ده ما لحقش يا لحقش ايه لعب من اول مطر طب ويعني اتصاب اكرم وليعب من اول مطر هو انا النهاردة هتقالك في بطولة خلاص لا طبعا لا لازم بطولة في الطولة لو دي المعايير فأنا بقولك لا دي وضيه تنظر لكيه بقولك انه هو النسخة اللي فاتي عفتك يا محمد عب منعم بس بالزبط لكن انا بتكلم على ايه محمد عب منعم لعيب كويس لا في مصر ماشي فتوح لعيب كويس في مصر محمد حمدي لعيب كويس في مصر زيزو تمام زيزو لعيب كويس في مصر في ناس لعيبة كويسة في مصر طب انا عايز اشوفها بقى في المنتخب لما جمعنا احسن لعيبة موجودة في مصر محدش يقول محدش يطلع يقول لا دي مش احسن لعيبة لا هي احسن لعيبة في مصر عندك هي دي اللعيبة اللي انت بتخاني عليها هي دي اللعيبة اللي تاخد فلوس هي دي اللعيبة اللي اعلى عقود عندك تمام هي دي اللعيبة اللي انت بتقعد تتكلم عليها وتنفخها على الفاضي لما جينا نتكلم تنفخها على الفاضي اه طبعا لما جينا نتكلم على المنتخب منتخبات ومنتخبات أفريقيا أنت بتتكلم وانت لعبت مين تلعبت موزنبيك لعبت موزنبيك وغانا ورسل أغدر وكونغو دي منتخبات كلها بعيد أول أنت ملعبتش للسنغال ولا نجيريا ولا كوتوفور ولا المغرب ولا الكاميرون ولا الجزائر حتى اللي خرجت ملعبتش حد هو ده منتخبك هي دي اللعيبة اللي أنت بتتخانق عليها هي دي اللعيبة اللي بتلعب في الدورة هنا اللي أنت عمال يعني كل واحد ورزقه بس أنا بتكلم احنا تكلمنا مئة مرة مفيش لعيب في مصر يستاهل المبلغ دي عشان تبقى فاهم اللعيبة القفارك يا راجل بتتفوق عليك مبلوله آه ماشاء الله عليه عمل بطولة من ساعة بس ما كانت غيره ونزل بقى أساسي تفرج عليه كلمنا عليها قبل كده كلمت معاك عليه قلتلك حتى ما تكلمنا على الزمالك وفيرويد قلتلك ووفا وأبلوله صح؟ وناس بتيجي ببلاش في الأول وبعدين تتبع بكام فأنت النهاردة بتتكلم هتقول لي لا دي مش اللعيبة مش أحسن اللعيبة في مصر هو المفروض كان اختاره واختاره واختاره لا دي أحسن اللعيبة في مصر هي دي اللعيبة اللي أنت بتتخانق عليها هو ده الدور بتاعك ترجمة نانسي قنقر